السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي المزارع يزرع السمسم كمحصول صيفي في شهر مايو وكمحصول تكثيفي في نهاية شهر يونيو ويجود في الأراضي الخفيفة ذات النفاذية والصرف الجيدين تخلط بذار السمسم جيدا مع الرمل أو التراب الناعم بنسبة 1 بذور إلى 2 رمل أو تراب ثم ينثر على السطور ويردم التراب الناعم عليها ألا أن تكون مسافة بين سطر الآخر 50 سنتيمتر وعمق زراعة البذور 5 سنتيمتر أخي المزارع تزداد خلط السمسم في الأراضي ذات الخصوبة العالية فأنه دمات السمسم غير مجهد للتربة ولا يحتاج للتسميت في الأراضي الخصبة أو إذا زرع بعد محصولين بقولي أما إذا كانت التربة ضعيفة وغير خصبة فينصح بإضافة 10 كيلو جرام سماد آزوتي و15 كيلو جرام سماد سوبر فوسفات للدنم الواحد وتضاف مع الفلاحة الأخيرة وقبل الزراعة مباشرة أخي المزارع يتأثر السمسم بالرطوبة الزائدة وكثرة المياه وخاصة في فترة الإنبات وطور البادرات فأحرس أخي المزارع أن تكون رية الزراعة هادئة لألا تنتقل البذور مع تيار المياه ويحتاج السمسة في فترة إزهار إلى انتظام الري وتعرض للعطش في هذه الفترة يؤدي لتقليل نسبة الزيت في الحبوب اشتركوا في القناة